اهلا بكم الى المساء لا يبدو ان المشاورات اليمنية في الكويت تتقدم خطوة الى الامام حتى تتراجع خطوتين الى الوراء فقد انسحب الوفد الحكومي اليمني من لقاء الوفدين اليوم مع المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد اشتركوا في القناة ونحن نحاول يوميا من اجل الوصول الى السلام ونحاول مع الطرف الاخر ويعني عساء ان نصل الى الهدف المنشوف لكن للأسف الشديد الطرف الاخر لا يريد سلام يريد نصف الشرعية يريد ان نؤسس وان نشرع عند هذا الانجلاب وهذا لم نأتي الى الكويت من اجل هذا يعني الشعب اليمني يريد عودة مؤسسات الدولة يريد ان يكون هناك دولة تحميه رحب بضيفي من الكويت الباحث السياسي اليمني عارف ابو حاتم اهلا بك الاسكاينيوز عربية سيد عارف يعني ليس الانسحاب الاول لدفع الامم المتحدة ان يكون الحوار على اساس القرارات الدولية ما امكانية ان يكون مثل هذا الانسحاب بالفعل دافعا لان يكون الحوار اساسه القرارات الدولية مساء الخير اولا هل حدث اي شيء من الوبد الحكومي اليمني فيه تعنت او فيه تنصل عن اي اتفاق او فيه رضل اي بند الجماعة الحوثية تطيل الشرح والتفسير في كل بند وفي كل فقرة وفي كل نقطة تم التوصل اليها ولد الشيخ كما قلت لكم مرارا ولد الشيخ لديه علبة الوان جميلة وفرشاة وقليل من الموهبة وكثير من القنون رقل يرسم في الهواء حين تم الاتفاق على القدوة الأعمال في بيرس ويسرية لم يوقعوا عليها الحوثيين هرب منها إلى الإطار العام للمباحثات لم يوقعوا عليه هرب منه إلى تثبيت مرقعية ثلاثة لم يوقعوا عليها هرب منها إلى تشكيل لجان ثلاثة لم يوقعوا عليها بشر بأقوى ومسكينات ومطمئنات تبشر وسمها أقوى إيجابية اذكر لنا نقطة واحدة تم الاتفاق عليها من الطرفين الجماعة الحوثية ترفض كل بند وكل اتفاق اليوم عندما يقولون نحن مع المشاورات لكن لسنا مع المرجعيات بما معنى أنهم نحن موافقون على جمال هذا البنيان الشامخ لكن نحن بحاجة تامة إلى إزالة كل قواعده هذا هو العقل لكن سيد عارف وولد الشيخ يرى أن أساس هذه الجلسات هي تقريب وجهات النظر وأن الخلافات موجودة فالأساس من الجلوس على طاولة الحوار هي التقريب كيف تنظر لهذا الرأي لا لا ليس هذا الرأي الهدف هو التقريب الهدف منها هو السعي إلى إحلال سلام دائم وسلام مستدام والسعي منها هو إيقاف هذه الحرب التي فرضت علينا بالقوة وقالت الأخضر واليابس المطلوب هو شيء واحد فقط هو تثبيت مرقعيات تكون هي بمثابة أرضية يقف عليها الجميع وأرضية تؤسس يمكن البناء عليها لسلام مستدام وسلام حقيقي الجماعة الحوثية تريد سلاما لكنه يبنى في الهواء ولا يقف على أرضية صلبة وهي المرقعيات الثلاث وقال يوم حمز الحوثي طبعا لأول يقول لولد الشيخ نحن لا نعترف بكل شرعية الشرعية الأممية ولا بكل قراراتها يبدو أن والد الشيخ انفعله ويقول له أنا هنا من أمثل أنا أمثل الشرعية الدولية التي ترفضها أنا قلت لتنفيذ قرار 22-23-16 أي رفض منك لهذا الشيخ هو رفض لي أنا أنا ماذا أفعل هنا أنا قلت لأمثل أمم المتحدة وأمثل قراراتها الأممية والتي أتفقنا عليها والدعوة التي وقهت إليكم لحضور مشاورات الكويت مكتوبة وانصوص فيها بأن هناك سوف يتم مشاورات بناء على المرقعيات المحددة في قرارة 22-17 طيب لكن كيف نفسر دائما أن يأتي الانسحاب من الوفد الحكومي يعني هذا يعني أن لا لا لحظة سيد عارف يعني أن الوفد المتمردين هو من يضغط بشكل أكبر لماذا لا تكون المعادلة بالعكس إذا كان الطرف الذي يمثل الشرعية هو الوفد الحكومي يا أخي عندما أتحدث أنا مع الشخص أخذ الأمور بمهزلة أخذ الأمور بتلاعب أطفال أخذ أمور أربع نقاط لم يوقع عليها خلال شهر كامل أنا انسحابي هنا وأنا صاحب الشرعية الدولية وأنا المدعوم بالقرارات الأممية وأنا صاحب الحق انسحابي هنا لإيقاف المهزلة وليس انسحاب للخروج من المعادلة أو للخروج من المشاورات حتى أن الوفد المشارك استخدم لطف التعليق وليس انسحاب قال سأعلق مشاركتي في المشاورات حتى يإيقاف هذه المهزلة وهذا التحاور الصبياني مع هؤلاء لكن الوفد الحكومي علق المشاورات وليست هذه المرة الأولى ولكنه لم يحصل على ضمانات حقية ولكنه عاد إلى طاولة الحوار بالضبط في المرة السابقة علق مشاوراته وجاء المجتمع الدولي وسفراء دول الثمانية عشر وقالوا له نحن الضامنون بأن الحوتيين سوف يسيرون بالطريق القويم وأنهم سوف يوافقون على قرارات الأممية وعلى المرقعيات الثلاث وعلى تشكيل الليجان الثلاث بتحديد مهامها كما حددها المبعوث الدولي ولد الشيخ وأنهم سوف يطلقون الأسراء والمعتقلين وأنهم وحين جئنا وقت الجدية والمجتمع الدولي لم يضغط عليهم بشيء لذلك عادوا عن ستلاعب الآن للمرة الثانية الوفد الحكومي يعلق مشاركته ويطلب من المجتمع الدولي أن يضغط على هذه الجماعة للتوقيع هذه المرة على المرقعيات وعلى تثبير لكن ماذا لو عاد الوفد الحكومي الآن إلى طاولة الحوار دون التوقيع دون ضمانات حقيقية ألا تصبح مثل هذه مساعد تعليق هذه دون جدوى لا أظن أنه سيفعل لأن هناك قدوى الأعمال في بيال السيوسرية في ديسمبر الماضي يجب التوقع عليه بمحاوله الخمسة ويجب الضمانات أن تكون هناك توقيع على المرقعيات الثلاث وأن يكون عدم ربط مسار لقنة الأسرى والمعتقلين بلقنة استعادة الدولة التي هي في المسار السياسي أن كل شيء يستبقونه بالمسار السياسي لماذا الجانب الحكومي لا يناقش المسار السياسي لأنه في حال تشكيل الحكومة سبقت كل هذه الإقراءات معناها التالي لن ينسحبوا من المؤسسة الحكومية باعتبارها مصبحوا شركاء في الدولة وما علينا للتسليم بقراراتهم الميليشيوية التي استوردت على كل انفاصيل الدولة لن ينسحبوا من المعسكرات لأن مصبحوا جزوا من الدولة لن يسلموا السلاح بل سيدخلون بأسلحتهم إلى معسكرات الدولة بما معنى سيتحولون من ميليشيات إلى دولة شرعية سنشرع لينقلابهم وليستيلائهم على الدولة إعلان الوفد الحكومي اليوم سيد عارف ذكر فيه كلمة اليوم هل يمكن اعتباره انسحاب تكتيكي أم أنك تصر على فكرة أن لا عودة دون ضمانات حقيقية وما شكل الضمانات المطلوبة في هذه المرحلة الآن حتى يعود الوفد الحكومي إلى الحوار ما فهمته من اتصالاته مع أعضاء الوفد الحكومي هنا في الكويت بأنهم سيعلقون قلساتهم حتى يتم هناك ضمانات حقيقية من المجتمع الدولي وحتى يوقع الحوثيين هناك اتفاق مكتوب ومنصوص يتم التوقيع عليه من الطرفين بعد ذلك سيتم العودة إلى طاولة المشاورات هذا ما فهمته منهم والتفاصيل الأكثر ستكون خلال الساعة خلال الأقل من ساعة من الآن سيعقد الجانب الحكومي مؤتمر صحفي نوضح فيه كل شيء طيب النقاط متعلقة يعني أقل سقف لهذه المطالب من أين يمكن أن يكون الإطار الضامن هناك عديد من النقاط الخلافية لكن ما هو أقل سقف لن تقبل الحكومة إلا به هذا هو سؤال حقيقي وجوهري ما هو السقف الأقل الذي يمكن أن نقبل فيه أولا هل السقوف التي نحن وضعناها فيها تعنت من نوع ما نحن طالبنا بدولة لنا جميعا هم طالبوا بدولة لهم وحدهم نحن طالبنا بدولة تحتكر القوة والسلاح نحن ليس لدينا أسلحة يجب السلاح لنكون لدولتنا هم طالبوا بدولة خالية من السلاح وميليشيات تملك سلاح الدولة نحن طالبنا بإنسحاب المؤسسة الحكومية هم نهبوا المؤسسة الحكومية أعطيك معلومة واحدة وهي دقيقة 100% لدينا من الاحتياط النقدي في اليمن 4 مليار و200 مليون دولار مساء أمس أبلغ القانب الحكومي بأنه تبقى منهم 100 مليون دولار فقط وتم نهب 4 مليار و100 مليون دولار هذا هو القانب الحكومي اليوم الدولار تقاوز في اليمن 315 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن الجماعة الحوثية قالوها قبل قليل لن نهتم إن وصل إلى ألف ريال لأننا لن نسلم بلدنا العدوان بما معنى يموت كل الشعب اليمني فداء لحكمنا ولحقنا في البقاء والحكم بصورة ميليشاوية القانب الحكومي عندما يحدد سقف المشاورات هو لم يتعنت أساسا هو وضع الحلول المنطقية البسيطة وضع الحد الأدنى من المعقولية لو كان شاطحا في ذلك كان سيطالب بأن يحاله جميع هؤلاء إلى المحاكم وإلى المقاصل بصفتهم قتل ومقرمين وأحلوا برلمان وهدموا دولة وقصفوا قصر رئيسة القمهورية بالطائرات وأحلوا الحكومة وارتكبوا كل هذه القرائم مع ذلك أعدناهم إلى طاولة الحوار وأعتبرناهم شركاء في الحل السياسي وفي المستقبل اليمن وفق للقرار الـ 22-23-17 الذي لم يستثنيهم أساسا ولم يتعامل معهم بصفتهم إرهابيين إلا ما قال شركاء في بناء الدولة اليمنية ومع ذلك هم غير موافقين لكن الوفد الحكومي كان قبل أشهر يرفض هذه المساواة الآن الأمم المتحدة سيد عارف تتعامل على قدم المساواة حتى في التصريحات بين الوفدين إلى أي درجة يؤثر ذلك على إطار الشرعية الذي وضعه المجتمع الدولي للوفد الحكومي أولا الشرعية اليمنية هي محل ثابت لا ينقاش فيه حاولوا طوال الأسبوع الماضي أن يدفعوا بهذا الاتجاه وأن يناقشوا مسألة الشرعية والرئاسة وغيرها والانتخابات نحن سنفعل ذلك حين نستكمل النقاط السابقة خروج من المحافظات خروج مؤسسة الدولة تسليم السلاح إطلاق أسراء ومعتقلين إنهاء إلغاء جميع قرارات الصادرة عن اللقنة الثورية الحوثية التي أصرت على مفاصل الدولة بعد ذلك سنتناقش فيه انتخابات وفي تشكيل لقنع عليا انتخابات ودستور قديد ورئاسة وغيرها لكن قبل ذلك يجب الاعتراف في شرعية الرئيس هذه هي ليست محل نقاش ولم يتحدث عنها أحد للأمم المتحدة ولا غيرها رئيس شرعيا انتخبه 25 مليون يمنيين هذا القانب القانب الآخر الجماعة الحوثية حتى الآن تحاول أن تهرب من النقاط المثبتة في النقاش إلى نقاط وتفرعات أخرى حتى من بينها الاحتقاق على ما جرى في حضر موت من الحر ضد تنظيم القاعدة من بينها أنهم لا يعرفون أين لهم أسراء وأين لهم معتقلين نحن عندما قلنا لهم بصورة واضحة هذه كانت على فكرة نقطة محرقة لهم قلنا لهم لدينا معكم أسراء هذه أسماءهم وهذه صورهم وهذا اليوم والساعة والتاريخ والشهر الذي يعتقل فيه الذي يعتقل فيه فيما هم قالوا قلوا لنا أين أسرانا؟ كم عددهم؟ أين هم؟ هل نقل إلى دول التحالف وإلى الخليج؟ أم لا تزالوا في اليمن؟ ليس لديهم اسم واحد من أسرهم لأنه لا يقل لدينا أسراء من قمعتهم لكن ولد الشيخ حدد أن هذه المسألة سيتم إنجاز إطلاق نصف صراحة الأسراء والمعتقلين قبل شهر رمضان ما مدى الواقعية في ذلك في ظل هذه النقاط الخلافية سيد عارف قبل شهر رمضان إذا صدقوا سأتحدث إليكم لن يصدقوا في نقطة من هذه وإن وإن صدقوا مثلا كتبيض وجه وإكراما للدولة التي صدافتنا دولة الكويت الشقيقة ربما يطلقوا خمسين مئة شخص وسيهلل المجتمع الدولي لهم كما يفعل كالعادة لكن ماذا يعني خمسين مئة شخص من أصل ثمانية آلاف فتحوا لهم سجونا حتى في ملاعب كرة القدم هذه مسألة مخزية جدا الجانب الآخر هو أن الأمم المتحدة وهذه إجابة على سؤالك السابق حين علق الجانب الحكومي مشاركته في المرة السابقة كتبوا حتى ولد الشيخ في ظل أقواء إيجابية كانت تمر بها مشاورات الكويت الوافد الحكومي يعلق مشاوراتهم يعني نحن المتعنتون نحن المتزمتون طيب لكن فكرة المساواة هذه يعود إليها معك سيد عارف هل يمثل ذلك خلل في المفاوضات أم أنه مسار مطلوب لإيجاد الحل وتقبل به الحكومة في هذه المرحلة كيف تنظر الحكومة إلى المساواة بين الطرفين الحكومة حتى في تعاملها مع الحوثيين لا تزال تنظر لهم باعتبارهم قزء من هذا الشعب وهم رعاية للدولة اليمنية ويجب أن يحصلوا على حقوقهم رغم قرائمهم التي يجب أن يظهر جميع قاعدة الميليشيات إلى السجون ومع ذلك تعاملنا معهم كمواطنين في هذا البلد إلا أنهم هم من يحاولوا الانتقاص مننا عندما نتنازل لهم بلقطة هي خصم من رصيد الدولة هي خصم من قيمة الدولة ومن هيبتها هي خصم من المؤسسة العسكرية هي خصم من كرامة الشعب اليمني ومن قيمته ومن سيادته فيما هم لو تنازلوا سيتنازلون بحق هو ملك للدولة حين يعيدون سلاح الدولة للدولة ما هو العيب هنا؟ حين يخرجون من المؤسسة الحكومية في مقدمتها البنك المركزي في مقدمتها وزارة الدفاع والمالية والخارقية والبرلمان والحكومة ما هو العيب هنا؟ هذه الجماعة تعتقد أن كل تنازل منها سينتقص من قدرها وتبحث عن مزيد حتى عند مسألة كنا في الأسبوع السابق نتحدث تشكيل لقنا لتسليم الأسلحة لتشكلت له 73 ساعة لأسلحة لواء العمالقة ذهبوا في اليوم التالي وأكملوا منهب معسكر العمالقة واعتقال قائد المعسكر وثلاثة من قادة الكتائب ومع ذلك المجتمع الدولي لا يزال ينظر لهم بنوع من المهادنة والتواطئ كيف يمكن تحقيق خطوة حقيقية باتجاه الحل من ضمن سياق مسار المشاورات أو المحادثات في الكويت سيد عارف الحل ليس كثيرا لكلفة حتى لأننا أعتقد أن هناك تصريحات غربية سيئة وهي لا أدري على أي أساس بنيات مثلا أحد سفراء الدول الغربية يقول بأن عملية تسليم الأسلحة للدولة سيستغرق سنوات لماذا سيستغرق سنوات؟ السلاح الذي ينهي من معسكر العمالقة يعود للعمالقة السلاح الذي نهيب من الحرص المهوري يعود للحرص المهوري ما نهيب من الفرقة الأولى من دراء يعود للفرقة الأولى ليس هناك مسألة صعبة جدا ممكن تشكلها حتى لقنا يمنية أو بإشراف جامعة الدول العربية منظمة المتمر الإسلامي دول الخليج مسألة عادية جدا لماذا سيستغرق سنوات مننا؟ لأنه يستغرق أكثر من شهر لماذا في هذه المسألة سيستغرق سنوات؟ هل تريدون إطالة أمد الحرب؟ هم يريدون أن يدفعوننا إلى نقطة واحدة وأنا أقولها لك يدفعوننا إلى أن تكون اليمن إما حرب منسية أو أنه يمن للمجتمع الدولي من حرب اليمن ويقول لهم يا يمنيين ليس أمامكم إلا الاستجابة وتشكيل حكومة وهنا سوف تأتي عملية شرعنات الإنقلاب والتحول من ميليشيا إلى دولة يمنيا يريد إطالة الأمد حتى يمن للناس ويندفعون إلى هذا الخيار واعتقد أن الجماعة الحوثية تسير على خطى الحوار الإيراني في برنامجها الناوي مع الدولة الغربية من المواطلة والتسويف وتفسير كل نقطة خارج نصوصها وخارج ما تحتمل من تأويلها من تفسير حتى يدفعون الناس إلى البحث عن الخيار الأقرى أشكرك عارف أبو حاتم الباحث السياسي اليمني كنت معنا من الكويت ترجمة نانسي قنقر